اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجميلة يصل شباب بشعار السيد سالم بن علي بن متعب الصعاق يتقدم مع شباب على مستوى المركز الثاني المركز الثالث ينطلق ويندفع مذخور بشعار السيد عبدالله بن حمد بن جابر آل بريد المري والمركز الرابع دخول جديد واقتحام لدائرة النداء والإذاعة مع اندفاعة سياف ناصر بن سعيد بن عبدالله بن نور يصل وينطلق مع سياف على مستوى المركز الثالث المركز الرابع الرابع راهي بطي بن سيف بن دايل الجفالي نعيمي وخامسا التقدم من اندفاعة عون عون بشعار سيد جابر بن طالب بن جابر الغفراني دخلنا في أجواء المتعة أجواء السرعة والإثارة أجواء الكيلو متر الاخير والخطير الذي يفصلنا عن معرفة الفائز عن معرفة صاحب الشوط الأول الرئيس والبداية هناك الصدارة بيد وأقدام النايف باندفاعة النايف في المركز النايف سعيد بن راشد بن سعيد بالأسود لكن شوف التجاوز المثير الذي يأتي مع اندفاعة عون 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 ولون والأداء ممتاز والعصام غروس في البطاني السلام جابر بن طالب بن جابر الغفراني المري يعلن الانطلاق يعلن التحدي مع عون بالضعيف قادم وأيضا الشعارات الواسلة مع هذا التحدي الجميل يصل عند آخر الأمتار مع أول نداء يصل الفائز حمد بن مبارك بن ضعيف النابت ينطق للفائز ينطلق في هذه اللحظات الأخير اللي يقلب موازيني هذا الشوط الفائز 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 فاز الفائز بنقطة أول الأشواط غير للبداية قلب الطاولة على الجميع انفرد بالصدارة ليكون هو العلامة الفارق وليكون هو صاحب الشوط الأول الرئيس بن فراد كبير ما شاء الله تبارك الرحمن فارق ولا أرواع الفارق المستحيل الذي يفصل الفائز عن بقية المشاركين هني يالك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار تهانينا والناموس لمالك الفائز حمد بن مبارك بن ضعيف النابت المري المركز الثاني مصفوط بشعار السيد عجيان بن صالح بن بريك المجدور المركز الثالث مستحيل بشعار السيد مريط بن سعيد بن مريط آلف هيد الهاجري المركز الرابع عواضح بشعار السيد عبد الله بن سعيد بن محمد الرومي وخامسا النادر بشعار السيد صالح بن سالم بن محمد بن سالم بن جميل